الباب الثاني باب في الرد على من يكره الشعر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الشعر كلام مؤلف فما وافق الحق منه فهو حسن وما لم يوافق الحق منه فلا خير فيه وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الشعر كلام فمن الكلام خبيث وطيب وقالت عائشة رضي الله عنها الشعر فيه كلام حسن وقبيح فاخذ الحسن واترك القبيح ويروى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى لحسان بن ثابت في المسجد من برن ينشد عليه الشعر وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أعلم من وقال وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الشعر ميزان القول ورواه بعضهم الشعر ميزان القوم الشعر ميزان القول ورواه بعضهم الشعر ميزان القوم وروا ابن عائشة يرفعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر كلام من كلام العرب جزل تتكلم به في بواديها وتسل به الضغائن من بينها وأنشد ابن عائشة قول أعشى بني قيس بن ثعلبة قلتك الشعر يا سلامة ذا والشيء حيثما جعلا والشعر يستنزل الكريم كما ينزل رعد السحابة السبلة ويروى عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت مر الزبير بن العوام رضي الله عنه بمجلس لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحسان ينشدهم وهم غير آذنين وغير آذنين معنى طبعا غير منصتين يعني من الأذن غير منصتين وقال وهم غير آذنين لما يسمعون من شعره فقال ما لأراكم غير آذنين لما تسمعون من شعر ابن الفريعة لقد كان ينشد رسول الله فيحسن استماعه ويجزل عليه ثوابه ولا يشتغل عنه إذا أنشده ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحسان وهو ينشد الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أرغاء كرغاء البكر فقال حسان دعني عنك يا عمر فوالله إنك لتعلم لقد كنت أنشد في هذا المسجد من هو خير منك فما يغير علي ذلك فقال عمر صدقت وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري مر من قبلك بتعلم الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق وصواب الرأي ومعرفة الأنساب وقال معاوية رحمه الله كما يقول هو يجب على الرجل تأديب ولده والشعر أعلى مراتب الأدب وقال اجعلوا الشعر أكبر همكم وأكثر دأبكم فلقد رأيتني ليلة الهرير بصفين وقد أتيت بفرس أغر محجل بعيد البطن من الأرض وأنا أريد الهرب لشدة البلوة فما حملني على الإقامة إلا أبيات عمر بن الإطنابة أبت لي همتي وأبا بلائي وأخذي الحمد بالثمن الربيحي وإقحامي على المكروه نفسي وصربي وضربي هامة البطل المشيحي وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن أرض صحيحي ويروى أن عربيا وقف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال إن لي إليك حاجة رفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك فإن أنت قضيتها حمدت الله تعالى وشكرتك وإن لم تقضيها حمدت الله تعالى وعذرتك فقال له علي خط حاجتك في الأرض فإني أرى الضر عليك فكتب الأعرابي على الأرض إني فقير فقال علي يا قنبر ادفع إليه حلة الفلانية فلما أخذها مثل بين يديه فقال كسوتني حلة تبلى محاسنها فسوف أكسوك من حسن الثنى حلل إن الثناء ليحيي ذكر صاحبه كالغيث يحيي نداه السهل والجبل لا تزهد الدهر في عرف بدأت به فكل عبد سيجزى بالذي فعل فقال علي يا قنبر أعطه خمسين دينارا أما الحلة فلمسألتك وأما الدنانير فلأدبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنزل الناس منازلهم وقيل لسعيد بن المسيب إن قوما بالعراق يكرهون الشعر فقال نسكوا نسكا أعجمية وقال ابن السيرين الشعر كلام كلام عقد بالقوافي فما حسن في الكلام حسن في الشعر وكذلك ما قبح منه وسئل في المسجد عن رواية الشعر في شهر رمضان وقد قال قوم إنها تنقض الوضوء فقال نبئت أن فتاة كنت أخطبها أرقوبها مثل شهر الصوم في الطول ثم قام فأما الناس وقيل بل أنشد لقد أصبحت عرس الفرزدق ناشزا ولو رضيت رمحسته لاستقرتي وقال الزبير بن بكار سمعت العمري يقول رووا أولادكم الشعر فإنه يحل عقدة اللسان ويشجع قلب الجبان ويطلق يد البخيل ويحظ على الخلق الجميل وسئل ابن عباس هل الشعر من رفث القول فأنشد وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا وقال إنما الرفث عند النساء ثم أحرم للصلاة وكان ابن عباس يقول إذا قرأتم شيئا من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب فإن الشعر ديوان العرب وكان إذا سئل عن شيء من القرآن أنشد فيه شعره وكانت عائشة رضي الله عنها كثيرة الرواية للشعر يقال إنها كانت تروي جميع شعر لبيد وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدع العرب أو لا تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين وكان أبو السائب المخزومي على شرفه وجلالته وفضله في الدين والعلم يقول أما والله لو كان الشعر محرما لوردنا الرحبة كل يوم مرارا والرحبة الموضع الذي تقام فيه الحدود يريد أنه لا يستطيع الصبر عنه فيحد في كل يوم مرارا ولا يتركه فأما احتجاج من لا يفهم وجه الكلام بقوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون فهو غلط وسوء تأول لأن المقصودين بهذا النص شعراء المشركين الذين تناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجاء ومسوه بالأذى فأما من سواهم من المؤمنين فغير داخل في شيء من ذلك ألا تسمع كيف استثناهم الله عز وجل ونبه عليهم فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا يريد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم الذين ينتصرون له ويجيبون المشركين عنه كحسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النفر أشد على قريش من نضح النبل نضح النبل هو الرمي بها وقال لحسان بن ثابت أهجهم يعني قريشا فوالله لهجاؤك عليهم أشد من وقع السهام في غلس الظلام أهجهم ومعك جبريل روح القدس ولقى أبا بكر يعلمك تلك الهنات فلو أن الشعر حرام أو مكروه ما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم شعراء يثيبهم على الشعر ويأمرهم بعمله ويسمعه منهم وأما قوله عليه الصلاة والسلام لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعر فإنما هو من غلب الشعر على قلبه وملك نفسه حتى شغله عن دينه وإقامة فروضه ومنعه من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والشعر وغيره مما جرى هذا المجرى من شطرنج وغيره سواء نعود إلى الهامش القيح هو المدة وقد قاحت القرحة وتقيحت وقال الجوهري ورى القيح جوفه يريه أو يريه أكله وقال قوم معناه أصاب رئته وأنكره آخرون لأن الرئة مهموزة فإذا بنيت منها فعلا أو بنيت منها فعلا قلت رآه انتهى الهامش نعود إلى المتن وأما غير ذلك مما يتخذ الشعر أدبا وفكاهة وإقامة مروءة فلا جناح عليه وقد قال الشعر كثير من الخلفاء الراشدين والجلة من الصحابة والتابعين والفقهاء المشهورين وسأذكر من ذلك طرفا يقتدى به في هذا الباب إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر